سوق الدواء في الجزائر تحت مجهر الحكومة تشجيع الانتاج الوطني مرافقة شركة سيدال لاستعادة ريادتها في انتاج الأدوية والعمل على تقليص فاتورة الاستيراد أولويات الحكومة لإعادة تنظيم سوق الدواء في الجزائر ما بين هذه القرارات كان إعادة إنعاش المؤسسة الوطنية للصناعة السيدالينية هي سيدال اللي كانت عندها مرتبة لبس بها في السنوات الماضية وكانت تغطي نسبة مئوية كبيرة من سوق الدواء وانخفضت حتى الربما العشرة في المئة هذه يعني احنا اخذ مجلس الوزراء اخذ هذا القرار خاطر لازم على كل حال استقلالية يعني وطنية فيما يخص صناعة السيدالينية رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبونو في اجتماع مجلس الوزراء الأحد أمر بضرورة تقليص فاتورة الاستيراد بأربعمائة مليون دولار نهاية السنة الجارية مع اضافة مادة في المشروع المعروض للنقاش لمراقبة مخزون الأدوية لمنع الاستيراد العشوائي وهو ما من شأنه تشجيع الانتاج الوطني يعني احنا نتمنى باش هذه القرارات هذه تدفع في الانتاج الوطني رغم انها كانت تغطية يعني لبس بها يعني 52% ولكن غير هذه النسبة المئوية غير كافية لابد يكون يعني زيادة في الانتاج لنوصلوا في هذا القطاع الاقتصادي ان شاء الله لنسبة لبس بها احنا شوفنا في هذا الاشهر هذه تعد وباء كورونا بللي كل بلاد صبحت تتلاحظ بللي كين نقص يعني ما عندهاش استقلالية كافية فيما يخص الادوية سوء توزيع وسوء تنظيم ندر متواصلة هو للأسف الجحيم الذي يعاني منه المرضى منذ سنوات فهل ستكون قرارات مجلس الوزراء بوادر لانفراج ازمة الدواء في الجزائر